خليني الأول أقول للعابة النادي الأهلي كلنا في ظهركوا كلنا حنفضل وقفين معاكوا اللي جاي أصعب من اللي فات اللي جاي أصعب من اللي فات الخمس أو الأربع خمس مباريات القادمة ومن بعدهم كاس العالم أنت بتمثل بلدك مهما قال أي حد تاني بتمثل بلدك وبتمثل قرتك فالفترة اللي جاية فترة صعبة جدا كلنا حنقف في ظهركوا وكلنا متأكدين وعارفين وننتظر منكم المزيد خلال الفترة اللي جاي محدش أبدا يقدر يقول أن هؤلاء اللاعبين محدش يقدر يقول عليهم غير أبطال أنا حفضل أقول هذا الكلام اللاعبة دي أبطال وياما جابت بطولات خلال التلات أربع سنين اللي فاتوا ولسه حيجيبوا بطولات تانية خلال الفترة اللي جاية فحنفضل وقفين في ظهركوا لأنه مباراة أمبي مباراة مفصلية ومباراة صعبة جدا 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 أمبي المباراة اللي فاتت كسب نادي الاتحاد سكندري في الاتحاد في اسكندرية اتنين واحد أو اتنين صفر فهذه المباراة مباراة صعبة بعدها هتلاعب النادي المصري بالحالة اللي فيها النادي المصري وكابتل حسام حضراتكم عارفين بتبقى هذه المباراة صعبة ازاي بعدها مباراة سموحة في كاس مصر في الدول قبل النهاية في كاس مصر بعدها مباراة الزمالك بعدها مباراة البنك الأهلي ننتظر منكم الفترة دي خمستاشر نقطة خمس مباراة في تلات نقاط خمس مباراة في الدوري ننتظرها منكم بخمستاشر نقطة والوصول إلى المباراة النهاية في الكاس وبعد كده لكل حدث حديث نشوف حاليحصل ايه ولكن ما تنسوش هنفضل كجمهور وكلاق وكاعلاميين وكاعلام النادي الأهلي وقفين في ظهركو زي ما كنا وقفين خلال الأسبوعين ثلاثة للأربعة أو الشهر اللي فات بالكامل ودايما طول عمر جمهور النادي الأهلي بيقف وراء لعبته أنا بس حبيت أن أقول هذه الرسالة للتأكيد على دور الجمهور ودور اللاعبين والجهاز الفني خلال الفترة اللي جاية